سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم وصفتنا بناء على طلب من إحدى صديقات القناة رح نسوي المخلمة العراقية بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم نقول بسم الله ونبدأ بطريقة العمل في مقلات ضفت كمية بسيطة من الزيت وحبت بصل متوسطة الحجم ترمتها بهالشكل هذا رح أحمس البصل إلى أن يذبل بعدها رح أضيف كمية من اللحم طبعا كمية اللحم وكل المواد هي حسب رغبتكم وعددكم رح أحمس اللحم ويلبصل إلى أن يتوحد عندنا لون اللحم ويصير كله لون واحد بعدها رح أضيف رشة من الكاري ورشة من الفلفل الأسود ورح أقلب المواد تحمس مع بعضها تقريبا دقيقتين ضروري بالبداية نحمس اللحم يلا نضيف شوية من الماء أكو يحمسون اللحم فقط بدون ما يضيفون الماء لكن أنا أحب أتأكد أنه اللحم استوى مية بالمية فأضيف ربع كوب من الماء وأخليها على نار هادئة إلى أن ينشف الماء تماما وأكو بالعكس يخلون الماء قبل ما يحمسون اللحم لكن بهي شكل هذا اللحم رح يصير بيل عفو طعم زفرة فالأفضل أنه تحمسون اللحم يلا تضيفون الماء بعد أن قارب الماء إنه ينشف رح أضيف كمية بسيطة من معجون الطماطئ وأحمسها ويا اللحم بهي شكل هذا اللي دا شوفوا بنفس الوقت رح أضيف أيضا الخضروات حبة من الطماطئ قطعتها مكعبات صغيرة وحبة من الفلفل الأخضر البارد أضفتها أيضا ورح أحمسها ويا المعجون واللحم والبصل رح أضيف أيضا رشة من الملح كمية الملح حسب رغبتكم ورح أقلب المواد مع بعضها وأتركها على نار هادئة إلى أن تحمس طبعا اللي حب ما يخلي فلفل حسب رغبتكم اللي حب يضيف فطر أيضا حسب رغبتكم هذه الأشياء خيارات شخصية تقدرون أنتوا تتحكمون بيها رح أتركها ستحمس على نار هادئة وانتقل لتحضير البيض رح أستخدم ثلاث حبات من البيض مع رشة من الملح رح أخفقها بصورة جيدة ثم أصبها فوق الخضروات واللحم اللي سوينا رح أخليها الساعة على نار خفيفة أقلبها فقط تقليبة واحدة من الوسط قبل ما يجمد عندنا البيض وخليها على نار هادئة إلى أن تنضج تماما تقريبا ثلاث دقايق إلى أربع دقايق تكون جاهزة اللي يحب يعصر عليها عصرة ليمون يصير طعمها كلش طيب وبهالشكل صارت وصفتنا جاهزة إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتأكلوها بألف صحة وعافية هذه كانت وصفتنا السهلة السريعة لهذا اليوم يا ربي يكون الفيديو عجبكم لا تنسوا تخلو لي لايك وتشاركون الوصفة بين الأصدقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر